بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم عزيزان المشاهدين في حلقة جديدة من قناة المونت حاسم نبيل النهاردة هنتكلم على النخيل يعني في الزراعة طبعا هنتكلم على اربع انواع هما الدرجين او معظم الناس بتستخدمهم او بتجيبهم سواء في البيوت او في الفلل طبعا في انواع كتير يعني فانا حبيت اتكلم على اربع انواع بعينهم اللي هم معروفين وان يعني اكتر الناس بتستخدموهم فتعالوا مع بعض نعرف ايه هو النخيل اتمنى تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس قبل ما نبدأ على طول في الشرح ونبدأ في الشرح طيب اه ايه هو النخيل النخيل هو يعتبر نبات شجري تمام اه تعتبر اكتر او اشهر الدول اللي 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 بتزرعها او بتزرع النخيل هي دول الخريج العربي ده موضوع يعتبر موطنها الاصلي اه النخيل دي او الاشجار دي تعتبر او مميزاتها اللي هي بتكون معمرة جدا اه الساق بتاعتها بتكون غليظة بتكون طبعا طويلة اطول اه كتير بكون في منها مصمر وفي منها خاص بالزينة بس فهنخش على اول نوع من انواع النخيل اسمه نخيل الكناري طيب اه نخيل الكناري ده هو اه الساق بتاعه بتكون قصيرة وتم ال ال وبتنمو عمودية يعني لا لا يمين ولا يصار ولا مثلا بتتفرع لا هي نموها عمودي تمام ارتفعتها او اقصر ارتفعت تقريبا بتكون من خمستاشر الى عشرين اه متر الازهار بتاعتها بتكون عنقودية طولها تقريبا بيوصل لحد متر اللي هي الازهار بتاعتها الصمار بتاعتها بتاعت نخيل الكناري بتكون اه صغيرة واورا الاوراق بتاعتها زي ما احنا شايفين في الصورة بتكون عبارة عن ريشة طويلة بتتراوح تقريبا برضو اطول الريش دي من خمسة الى ستة امتار تمام ميزتها برضو اللي هي بتكون دايمة الخضرة والميزة التانية اللي الجذور بتاعتها بتكون منتشرة في مساحة محدودة يعني ما بتكونش متفرعة او بتتفرع تحت اه اه بطن الارض وعلى اساس اللي هي بتكون مصلحة لو انت مثلا اه حابب تزرعها جنب مبنى او جنب شيء لقدر الله ما تقصرش على الاساسات بتاعتك مثلا او تضرف الاساسات النمو بتاعها بيكون بطيء اه مميزتها اللي هي بتستحمل اه درجات الحرارة او البيئة الاسية سواء درجة حرارة او رياح او جفاف او ملوحة بس عبها الوحيد اللي هي لا تتحمل الصقيعة طبعا اه تاخد في اعتبارك اللي هي بتستخدم للزينة يعني معظم استخدامتها بتكون للزينة في الحضائق في المنتجعات العامة في المنتزهات في الشوارع دي بيبنى يخص نخيل الكناري طيب نخش على نخيل البلح طبعا معروف نخيل البلح معروف اه طبعا برضو بتنمو عموديا اصلاق بتاعها بيكون واضح طبعا اه ارتفعتها بتصل من خمستاشر لحد خمسة وعشرين متر الاوراق بتاعتها برضو اللي هو نخيل البلح بتكون زي الريشة عاملة زي الريشة الازهار برضو بتاعتها بتكون اه عنقودية وزي ما احنا شايفين السمار بتاعتها برضو بتبقى عنقيد كده اه بتتجمع مع بعضيها طبعا الجزور بتاعتها برضو بتنمو بعمق يعني بتكون اه عميقة النمو بتاعها لهو بطيء ولا هو سريع يعني هو نموها بيكون اه متوسط طبعا عارفين اللي النخيل بيتحمل درجة الحرارة وبتحمل الجفاف وبتحمل الرياح لدرجة اللي هو ممكن يتحمل درجة حرارة توصل لحد خمسين درجة مئوية المشكلة كلها في نخيل البلح اللي هو بيكون معرض لحشرات اللي هي السوسة بتاعت النخيل وفي حاجة اسمها حفار الصاق فدي مشكلة كبيرة جدا بتواجه اي حد بيزرع نخيل البلح طبعا اه عن طريق اكمويات او عن طريق اه مواد معينة مهم زراعي بيقدر يحددها لك تقدر تعالج بيها كل المشاكل دي طبعا بنستخدمها للزينة بنستخدمها للطرقات وتعتبر برضو شجر مصمر يعني انت تقدر تنتج منها البلح غير الزينة فقط نخش على النوع التالت اللي هو الواشنطنية معروفة اللي هي الشجرة الواشنطنية هي تعتبر من الاشجار دائمة الخضرة يعني مصمرة دايما طبعا بتمتاز برضو بنموها العمودي صقها بيكون طويل اللي بتيجي تبص عليها تلاقي القاعدة بتاعتها من تحت منتفخة ومغطاة بالاوراق الاوراق غير اوراق النخيل البلح هي بتبقى عاملة زي المروحة كده بتكون كبيرة شوية وعريضة وعملة زي المروحة وطبعا بتكون متدلية من الاطراف برضو زهور بتاعتها بتكون عنقودية الصمار بتاعتها بتكون سودة وصغيرة الجذور بتاعتها بتبقى عميقة يعني بتوصل لأعماق برضو كبيرة بش اه صغيرة معدل النمو بتاعها بطيء يعني يفضل نتستخدمها في الزينة لان معدل النمو بتاعها بطيء غير مثلا النخيل البلح بيكون معدل النمو بتاعها متوسط طبعا بتتحمل الجفاف بتحمل درجات الحرارة اه بس مشكلتها برضو ان هي ما بتتحملش الصقيع او الجو اه البارد برضو استخداماتها بتبقى في الزينة والمنتجعات وطرقات شكلها جميل جدا وشيك جدا وممكن على فكرة تركبها سواء مثلا حتى لو هي اه قصيارة اتنين متر او تلاتة متر برضو بتدي جاذبية اه في الشكل نخش على النوع الرابع اللي هو نخيل الكازورينا طبعا النوع ده اه شبه اه زي ما احنا شايفين شجر الصنوبر شكله كده مخروطي اه تمام طبعا يعتبر برضو دائم الخضرة اه ارتفاعاته عالية يعني يقدر يوصل الارتفاعات عالية برضو اه الفروع بتاعتها او الاوراقة بتاعتها بتكون اه متدلية وبتكون اه عامل زي الابرة كده اظهرها برضو بتكون صغيرة مميزاتها اللي هي بتنمو بسرعة جدا عكس البلح او عكس الواشنطنية اللي بتنمو ببطء او بمتوسط وطبعا بتتحمل درجة حرارة بتتحمل الجفاف اه المشكلة برضو اللي هي لو تعرضت للحشرات بيبقى فيها مشكلة زي البقء والحفرات اللي موجودة اه زي بالزبط في شجرة البلح برضو بتقدر استخدمها في الزينة تقدر استخدمها في مشاريع التشجير اه مزيتها برضو اللي انت ممكن تستخدمها كمصادات هواء يعني تقدر تعطها عند الاسوار بتاعتك سواء في فلتك او في مشروع معين في اتجاه رياح ولا حاجة فبتكون كويسة جدا يعني بتعمل زي حزام اخضر حوالين المبنى دول الاربع انواع الدرجين ودايما بنستخدمهم في انواع تانية زي نخلة كاليفورنيا في النخلة المكسيكية في نخلة البحر الابيض المتوسط في النخلة اسمها اه بندو في نخلة نخلة الطمر في نخلة الطحونة في نخلة العراقية الشامخة كل الانواع دي اه تعتبر اه انواع نخيل احنا اتكلمنا على الاربع انواع اللي هما الدرجين والمعروفين في السوق اللي احنا دايما بنستخدمهم في مشاريعنا او بنستخدمهم في البيوت عندنا اتمنى الحلقة تكون عجبتكم اه واعرفنا ايه هي انواع النخيل والليبين مبسورة وليبين مببطء واشكاله زي ما احنا شوفنا ما تنسوش تدعمونا بالاكتراف قناة وتفعيل الجرس عشان اصلكم كل حلقتنا بإذن الرحمن كان معاكم مهندس هيسم نبيل ويومكم سعيد